موسيقى أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تعيش الأمة اليوم حالة غريبة من تسلط المادة على كافة شؤون الحياة فقد أصبحت الأمة اليوم وبفعل عوامل كثيرة لعل من أبرزها الاستعمار والهيمنة الغربية على تراثنا الإسلامي أصبحت الأمة اليوم تجاه الغيب والمادة بين فسطاطين بين مغرق في الماديات بأجمعها لا يؤمن بأي شيء يتعلق بعالم ما وراء المادة وبين العكس تماما بين مغرق في جوانب الروح لا يقترب من المادة في شيء عن هذه الثنائية الخطيرة يسرنا أن نتحدث وإياكم في حلقة جديدة من بصائر عن الغيبيات والنظر إليها يسرنا أن نستضيف وإياكم ضيف حلقاتنا الدائم الداعية إلى الله السيد محمد بن عبد الرحمن السقاف فهلا وسهلا بكم سيدي سيدي حديثنا اليوم عن الغيبيات في الإسلام بداية الله سبحانه وتعالى يقول في أوائل سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لماذا غيب الإيمان بالغيب عن عقول الناس والله سبحانه وتعالى يذكر في أوائل سورة البقرة الإيمان بالغيب نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا لا شك أن الإيمان بالغيب باعتبار ما جاء به النص هو لازم وواجب بل هو ركن من أركان الإيمان فالإيمان بالملائكة الإيمان بالأنبياء السابقين الإيمان بالجنة والنار الإيمان بالميزان والصراط والحوض هذا كله من الإيمان اللازم الواجب على كل مسلم أن يتحقق به وهو شطر من أو هو قسم من أقسام العقيدة التي لا تصح إلا به وهو ما يسمى عندنا في علم الكلام بالسمعيات والإيمان بالغيب أساسه هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى فالحق سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب نحن لم نرى ولم نباشر ولكننا تعرفنا عليه سبحانه وتعالى من خلال الأدلة ومن خلال البراهين ومن خلال جميع أسباب المعرفة تعرفنا عليه سبحانه وتعالى بأنه موجود فوراء الكون مكون وراء حركة الوجود مدبر ومقدر وقادر وقاهر وفاعل في هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى في علاه وربما نحن لسنا في طور الخوض في تفصيل هذا النحو باعتبار أننا نريد أن نناقش من هو يكفر أو يلحد بهذه الأمور أو ربما سيأتي في وقتها لكن الإيمان بالغيب لا شك أنه أساس وأصل يدعو إلى ذلك العقل وإن كان الناس أو بعض الشعوب مثلا كما ذكرت الغرب أو غيرهم قد أغرقوا في حياة الماديات فإنهم يتلضون بنار تلك الحياة الصعبة المريرة القاسية الشديدة التي لا تؤمن بشيء من وراء الغيب مع أن الإنسان هو أصلا إذا جلس إلى نفسه روحه ما هي ما هي هذه الروح؟ غيب ما هي غيب بالنسبة للإنسان ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما هي هذه النفس؟ ما هو هذا العقل؟ كنت أنت إنسان مادي لا تؤمن إلا بشيء محسوس أو أنه شيء تدركه الحواس الخمس فحدثنا إذن عن هذه المادة الحقيقية للروح ما هي مادة الروح؟ من ماذا تتكون هذه الروح؟ من ماذا تتكون هذه النفس؟ العقل هو عبارة عن ماذا؟ لذلك هناك غيب موجود في حياتنا كثير وهو على قسمين أمور هي موجودة إلا أن لا ندركها وهو ما يسمى بالعوالم الأخرى عالم الملكوت عالم العوالم الأخرى عالم الملأ الأعلى وهذه العوالم عوالم متداخلة خلقها الله سبحانه وتعالى في علاه لأن نحن مثلا الآن ربما أن هناك أصوات موجودة عندنا في هذه الحجرة ولكن أذني وأذنك لا تدركها لأن كما ذكرنا في حلقة الحواس أن الإنسان مقدار إدراكه أو وصول السمع عنده من عشرين إلى عشرين ألف هيرتز هذا قدرك أنت في معرفتك وإحساسك لكن من ورائه أمور أخرى ما هو الغيب الواجب على المسلم الإيمان به؟ عرفنا أن الغيب هو جزء من مكونات شخصية المسلم يجب على المؤمن أن يؤمن بالغيب لكن ما هو حد الغيب الذي يجب عنه؟ ما جاءنا بالنص المتواتر في كتاب الله سبحانه وتعالى لزمنا الإيمان به لأن من لوازم الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى والإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بصدقهم فإذا آمنا بالله وآمنا برسوله بالحجج والبراهين الدامغة الظاهرة البينة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو الرب وأنه أرسل هؤلاء الرسول وأن هذا الرسول هو رسول من عند الله فمن لازم ذلك أن نؤمن بصدق القرآن وأن نؤمن بصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جئنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نجده يخبرنا عن الموت والحياة بعد الموت وهذه حقيقة من الحقائق التي كفر بها المشركون وأنكرها المشركون وكيف نحن نرجع بعد أن نكون عظام نرجع ثاني مرة كيف نتكون والله سبحانه وتعالى أخبرهم أن ذلك عليه هين كما بدأكم تعودون من أوجدك من العدم يصعب عليه أن يعيدك وأنت موجود بعد أن أفناك فهو يوجدك ويعدمك ويوجدك بقدرته سبحانه لماذا أنت تنكر أنه يصعب عليه ردك بعد أن تفتت في التراب ولم تتفكر في مسألة الوجود من العدم وهي الأصعب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هذا الذي أنشأها أول مرة يصعب عليه أن يكررها ويعيدها فهذه حجج موجودة في كتاب الله كثيرة جدا وكذلك أخبرنا عن الحياة الأخرى أخبرنا عن الجزاء أخبرنا عن الحوض أخبرنا عن الجنة عن النار أخبرنا عن الملائكة أخبرنا عن وجود الشياطين كل هذه أشياء غيب بالنسبة لنا سيدي ما دمت تطرقتم إلى الحوض والغيب والشياطين لمع في ذهني مصطلح البرزخ نعم هذا المصطلح عن نفسي وأكاد أجزب منه كثير من المشاهدين أيضا لا يعلمون شيء كثير عن حياة البرزخ ما هو البرزخ هذا؟ نعم البرزخ هو من حيث اللغة البرزخ هو الحاجز بين الشيئين قالوا له برزخ فهذه الطاولة برزخ بيني وبينك حاجز أو فاصل فالحاجز بين الأمرين يسمى برزخ وعالم البرزخ هو الحياة التي تكون بين الحياة الدنيا وبين يوم القيامة إذا مات الإنسان وأدعى في القبر فهذه الحياة هي الحياة البرزخية حتى ينفخ إسرافيل في الصور فتبعث الأجساد وتخرج من الأجداث ويبعث الناس من جديد فهذا هو زمن البرزخ والإنسان يتطور في عدة أطوار أصلا هو في الحياة ذكرها العلماء فالإنسان خلقت روحه أصلا قبل الأجساد ثم هذه حياة يسمى هذا عالم الروح ثم مر به عمر وهو في أيام الأصلاب لما كان في صلب آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا فهذه المرحلة وجودنا أصلا نحن أصلا كنا موجودين في الأصلاب من صلب إلى صلب نتنقل حتى جاء وقت ظهورنا فهذه حياة مرحلة الأصلاب هذا عمر العمر الثالث يسمونه عمر ألستو يسمونه بعضهم عمر ألستو أو يوم القضية أو شيء من مثل هذه المسميات العمر الثالث في بطن الأم تسعة أشهر أو زيادة أو نقصان قليل هذه الأشهر عمر للإنسان يتكون فيه جسده وينفخ فيه روحه في بطن الأم هذا عمر وعمر رابع الحياة الدنيا وخامس البرزخ حياة القبور وسادس يوم القيامة وسابع الأبد جنة أو نار فهي سبعة أطوار وسبعة أعمار مرت بالإنسان الإمام المجدد الإمام عبد الله بن علوي الحداد له رسالة جميلة اسمها سبيل الإدكار فيما يمر بالإنسان من الأعمار ذكر مثل هذه الأعمار وذكر في ذلك التفصيل الكثير والأعمار السبعة التي نعيشها نحن لا ندرك منها إلا عمرا واحدا الذي نعيشه وبقية الأعمار هي من الغيب الواجب علينا الإيمان به سيدي في قضية الغيب الناس في قضية الغيب بين إفراط وتفريط الصنف الأول مغرق في مسائل الغيب يصل به الحد إلى الوصول إلى السحر والشعوذة والدجل والإغراق في الخوف من المستقبل والتنبؤات وقد يؤدي به ذلك إلى قراءة الكف أو الفنجان أو التنبؤ بالنجوم أو غيره والصنف آخر مناقض له تماما يعمل العقل ويهمش النقل لا يرى إلا الجزء المحسوس فقط والإسلام كما تعلمنا منكم سيدي في الحلقات الماضية دين الوسط ما هو الوسط في الغيبية سيدي؟ طبعا الإيمان بالغيب هو دافع عظيم جدا للإنسان في صلاحه وفساده الله سبحانه وتعالى عبر بتعبير عجيب في كتابه وتكرر هذا الذين يخشون ربهم بالغيب فتردد في عدة نصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى أمر الخشي بالغيب وهو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة الإنسان يستشعر حضور الله سبحانه وتعالى معه نظر الله إليه يتذكر مستقبله الطويل فغيبة الغيب يعني غياب فكرة الغيب عن قلبي وعقل الإنسان يغيب عنه المستقبل الحقيقي فيشغله بما هو فيه لذلك المؤمن دائما يفكر في المستقبل البعيد في المستقبل الطويل إذا دعته نفسه إلى معصية قال الله ناظر إليه بعدين عندي مستقبل في جنة في نار في عذاب في مكافأة وجزاء في قصور حور وأنهار وإلا في عقارب وثعابين ونار فهنا الإنسان حضور الغيب وفكرة الغيب والتصديق بالغيب له الأثر البالغ جدا في سلوكه في استقامته أو في عوجاجه في هذه الحياة الدنيا فالمؤمن تقومه معاني صلة بالله وغير المؤمن ما يقومه إلا النظام القاسر الشديد فوق رأسه جميل جدا دعونا نكمل سيدي عن معاني الوسطية في النظر إلى الغيب بين الإفراط والتفريط ولكن نظنتم لنا بفاصل قصير أعزائنا المشاهدين نتحدث عن النظرة الوسطية عن الغيب في الإسلام عن الروح عن الملك والملكوت ولكن بعد هذا الفاصل تفضلوا بالبقائم عدنا لكم أعزائنا المشاهدين في الجزء الثاني من حلقة الغيبيات في الإسلام تحدثنا سيدي قبل الفاصل عن النظرة الوسطية للغيبيات في الإسلام بين الإفراط والتفريط وذكرتم في هذا مجموعة من الفوائد هل لا تكملون لنا سيدي الحديث عن هذا المصور؟ نعم وطبعا من المسائل المهمة التي أشرت إليها في سؤالك أن بعض الناس ربما يعيشوا مع الغيب عيشة أخرى أي أن تصوره عن الأمور الغيبية تصور ينحرف به أحيانا بحيث أنه يفقد توازنه مع واقع الحياة فيقيس الأشياء كلها فيصير إنسان يعيش في الأوهام يعيش في عالم الأحلام يعيش في الأمور والتأثرات والتفعيلات والمفاعلات الخارجية كل شيء يصيبه أنا مسحور أنا أصابتني عين حسدوني جن دخل عندي لا هذا أمر من كذا هذا الإنسان الذي عنده دافع شديد وخوف شديد من هذه الأمور الغيبية التي هي من عالم الملكوت من العالم الذي لا نشاهده هي ليست من غيب المستقبليات ولكنها هي من غيب الأشياء من العوالم الأخرى الموجودة حوالينا فلهذا الله سبحانه وتعالى أعطانا ضوابط والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا ضوابط في التعامل مع هذه الأشياء كما ذكرت بعض الناس يعني ينصرف إلى هذه الأمور الانصراف كامل ينشغل بتأويل الأحلام بمبالغة شديدة جدا فيما يتعلق بتأويل الأحلام والرؤى بعض الناس يرمي كل فشل في حياته على شماعة الحاسدين والشياطين ومفاسد هذه الأنفس وهذا طبعا مبالغ فيه عند كثير من الناس هناك مرض سيدي يعني انتشر عند طباء نفسيين يسمى الوسوعة القهري نعم هذا الوسوعة القهري أن الشخص دائما يشك ويظن أن يخيل إليه أشياء وهو في الحقيقة لا يراها ولكن بسبب يعني إعمال أو تعمق جدا في هذه المسألة ربما بسبب عدم انضباط الميزان عند الإنسان في الإيمان بهذه الغيبيات طبعا لما ذكرنا الأحلام وهذا الموضوع يمكن يحتاج لنا شوية أننا نتكلم فيه بصراحة نحن نؤمن أن الرؤية الصالحة من عند الله سبحانه وأن الأحلام من الشيطان وهذا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والرؤية الصالحة جزء من ستين وأربعين جزءا من النبوة كما جاء في الحديث والرؤية مبشرة من عند الله سبحانه وتعالى كل هذا نؤمن به ولكن جعل كل شيء الإنسان يرى في نومه أنه رؤية وأنه لا بدل من تأويل جعل الناس يعيش هوس يعني الآن أكثر القنوات الفضائية عندها برنامج تأويل أحلام طبعا بصراحة أنا رجل يعيش وسط الإعلام بصراحة هذه البرامج تدر مال كل أصحاب القنوات يعرفوا أن هذا البرنامج هو برنامج ربحي مالي تجاري بحث يعني هو متاجرة بأوهام الناس وبخيالات الناس وبعقول الناس وهذا لا يجوز أبدا هذا فيه من الاحتيال ما فيه وفيه مبالغة والعجيب من هذا كله تجد هؤلاء ما شاء الله كل شيء يعرفوه كل حلم له معنى ولسنا بتأويل الأحلام بعالمين هذه معلومة مهمة جدا سيدة أنتم تقولون أن برامج تفسير الأحلام في الفضائيات هي متاجرة بعقول الناس وهم الناس وهي ربحية بحثة يعني طبعا طبعا وهذا هوس عند الناس ونحن نزيد الناس هوس بأن نكثر مثل هذه البرامج كل إذاعة كل فضائية كل كذا عندها برامج كتب تأويل الأحلام من أكثر الكتب مبيعا في الأسواق موجودة عندنا بعض الناس خلاص كل حلم يحلمه يعني نحن مثلا بصورة الشيوخة والدعاء البارزين تجد تلفونات ترهقنا هذه الاتصالات كل يوم يتصل واحد تتصل واحدة طبعا النساء بشكل أكبر والله أنا يا شيخ رأيت رؤية إيش رأيت رأيت ما أدل إيش كذا أشياء قل لا هيا روحي أذكري الله سبحانه وتعالى ونامي على طهارة صلي على النبي هذا يعني هذه كلها خيالات موجودة في ذهن الإنسان هي أمور نفسية تتشكل في ذهنه أو شيطان يلعب بالإنسان ويعبث بالإنسان في عقله عندما يكون للإنسان رؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية ذات دلالة يرجع فيها إلى العلم ولذلك ضوابط وقواعد شرعية جاءت بها النصوص وجاءت بها الروايات وعندما صلى الله عليه وسلم سمع الرؤية وأولها جميل جدا سيدي دعونا نتحدث عن جانب مهم جدا أيضا من جوانب الغيب جانب النية النية عليها مدار الأعمال في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشهير حديث الذي يرويه سيدنا عمر بن الخطاة رضي الله عنه والذي يتصدر دائما كتب الصحاح حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان تجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة فإن عميلة كتبها الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وكذلك الهم بالسيئة ما أثر النية في قبول الأعمال وما دور هذا وارتباطه بموضوع الغيب في الإسلام طبعا النية هي معاملة قلبية مع الله وهذا مجال جدا كبير والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يقول هذا الحديث هو شطر الدين وبعضهم يقول هذا الحديث ثلث الدين وبعضهم يقول هذا الحديث هو الدين كله لأن أمر الإيمان كل مبني على هذه النية مبني على الإخلاص مبني على ما بين العبد وبين ربه في قلبه لأن القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى والنية لا شك أنها هي غيب الإنسان قد يتمثل أنه يصلي وهو في الحقيقة لا يصلي فالأصل راجع إلى نية الإنسان والنية هي التي تفرق بين العادة والعبادة وبين درجات العبادة ومحلها القلب ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى في علاه والقبول وعدم القبول للأعمال مداره على هذه النية فاتصال حديث النيات بمفهوم الغيب أن النية هي غيب وأن الناس ينبغي لهم أن لا يتعاملوا مع الناس إلا بالصورة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إني لم أؤمر أن أشق عن صدور الناس إني لم أؤمر أن أفتش على صدور الناس لما في الموقف الشهير لما سيدنا خالد قال يا رسول الله ذنني أن أقتل ذلك الرجل الذي أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه لعله أنه يصلي قال يا رسول الله إنه يقول بلسانه إنه يخفي في جنانه ما لا يقوله بلسانه قال إني لم أؤمر أن أنقب أو أن أنقب عن قلوب الناس أنا علي الصور وعلي المظاهر فنوايا الناس بالنسبة لنا غيب وهذا الغيب بالنسبة لنا نحن لسنا مأمورين أن نتعامل به ولا أن نفتش عليه ولذلك من الجرأة ربما يأتي معنا في حلقات أو شيء قادم أن من الجرأة العظيمة على الله سبحانه وتعالى أنني أدعي على الناس أشياء في نواياهم وحاكمهم بنياتهم يقول فلان قصده كذا فلان يريد كذا هذه ينبغي للإنسان أن لا يخوض فيها لأنها تجرؤ ولأنها تسور على أسوار مغلقة دون الإنسان ولا يعلمها إلا الرحمن سبحانه وتعالى تذكرون لنا سيدي أحيانا مسألة عظموا نياتكم استحضروا نياتكم عظم النية استحضر النية ما المقصود بهذا الشيء وأثره في أعمالنا وفي حياتنا نعم الله سبحانه وتعالى قال ولله الدين الخالص فالدين الخالص هو الخالص له في القلب فالإخلاص محله محله القلب فتحقيق النية الصالحة له أثر عظيم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله نية المؤمن خير من عمله ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا قال أن رجلا مر على كومة من تراب كثير من التراب كثير فقال لو أن الله تعالى أعطاني هذا طعاما لأنفقته في سبيله الفقراء فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل لعبدي فلان أنني قد قبلت منه الصدق بس هي نية فمعاملة الله سبحانه وتعالى بالنواية هي الأثر ويقولون سبق درهم ألف درهم بماذا؟ بالنية والإخلاص والعبد يمكن أن يجمع نوايا كثيرة في عمل بسيط وهذا الذي يميز بين الناس في درجاتهم وفي منازلهم عند الله سبحانه وتعالى في علاه جئت إلى هذا البرنامج ما نيتي في ذلك؟ هل نيتي النفع؟ هل نيتي الانتفاع؟ هل نيتي النفع والانتفاع؟ هل نيتي أنني مثلا من رآني أن الله يكرمه مثلا بتوبة أو بنية صالحة؟ إن نوي ما تشاء أنت تتعامل مع واسع مع عظيم سبحانه وتعالى فلك أن تنوي ما تشاء ولذلك كان بعض مشايخنا يقول أن النية هذه فن من الفنون وكان الشيوخ يعلمون أبناءهم وتلامذتهم النية الصالحة ويلقنونهم هي تلقينا حتى أن الأب يقول لولده إذا لما يخرج من البيت إذا رأيت أعمى ماذا ستعمل؟ إذا رأيت وسخ في الطريق أو شيء يؤذي الناس إيش ستعمل؟ كذا كذا إذا أدن المؤذن ماذا تعمل؟ كل هذا من أجل أن يحضر في قلبه نوايا صالحة فيخرج الإنسان من بيته وهو ناوي أن يميط الأذى سواء وجد أذى أو لم يجد أذى في الطريق فإن الله تعالى يعطيه فضيلة وأجر من يميط الأذى هذا طبعا علم واسع كثير يتعلق بتدريب الإنسان على النوايا الصالحة جميل جدا سيدي معنا محاور كثيرة أخرى عن الغيب وعن السحر وعن الروح وعن الملك وملكوت ولا أظن أن هذه الحلقة تكفي نستاذي لكم في حلقة أخرى بإذن الله نتكلم فيها عن الغيبيات أعزائنا المشاهدين النية هي من تعظم العمل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم والإغراق في الإحلام وتفسيرها نوع من التجارة بالدين هذه رسالة حلقتنا لهذا اليوم نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع الغيبيات في الإسلام الروح الملك والملكوت إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر